استمرارا لجهود القوات البحرية في دعم أعمال البحث والإنقاذ البحرية على الاتجاهات الاستراتيجية كافة بالسواحل المصرية تمكنت القوات البحرية من إنقاذ طاقم سفينة نقل بضائع بعد تعرضها للغرق أمام سواحل الإسكندرية وصرح المتحدث العسكري بأنه ورد بلاغ من هيئة ميناء الإسكندرية يوفيد بتعرض سفينة نقل بضائع لبنانية للغرق وذلك أثناء رحلتها من ميناء ترابلس بليبيا إلى ميناء الإسكندرية وعلى متنها طاقم مكون من عشرة أفراد منهم تسعة أفراد سوريون وفرد هندي وعلى الفور صدرت الأوامر من قيادة القوات البحرية بدفع سفينة الإنقاذ العريش من قاعدة الإسكندرية البحرية لتقديم أعمال المعاونة والإنقاذ ونجحت القوات في إنقاذ طاقم السفينة بالكامل وبتقديم أوه الرعاية الطبية والإدارية اللازمة لهم وبتسليمهم للسلطات المختصة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حية لهم ترجمة نانسي قنقر